بسم الله الرحمن الرحيم بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة بلواية ورش عن نافع وذلك من أول سورة التغاب إلى الآية الرابعة من سورة الملك قوله تعالى في سورة التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفذ عنه سيئاته ويدخله جنات قرأ ورش بالنون في الفعلين معا هكذا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفذ عنه سيئاته وندخله جنات قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم قرأ ورش بالهمز في لض النبي وعند ذلك يلتقي همزتان الأولى مضمومة والثانية مكسورة وفي هذه الحالة يكون الورش وجهان تسهيل العمزة الثانية بين بين بينا وكذا إبدالها واوا خالصة هكذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وهكذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم قوله تعالى إن الله بالغ أمره قرأ ورش بتنوين بالغ ونصبر أمره ويلزم من ذلك ضم الهاء هكذا إن الله بالغ نمره قوله تعالى والله يئسن من المحيض من نسائكم قرأ ورش بتسهيل العمزة مع المد والقصر وحثف الياء وذلك في حالة الوصل هكذا والله يئسن من المحيض وهكذا والله يئسن من المحيض قوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا قرأ ورش بضم الكاف هكذا وعذبناها عذابا نكرا قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا لورش في لفظ ذكرا التفخيم والترقيق هكذا قد أنزل الله إليكم ذكرا 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 وأما قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات قد قرأ ورش بفتح الياء هكذا يتلو عليكم آيات الله مبينات قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات قرأ ورش بالنون هكذا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات وأما قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فقد قرأ ورش بتشديد الضاء هكذا وقوله تعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا قرأ ورش بفتح الباء وتشديد الدال هكذا أن يبدله أزواجا وقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه قرأ ورش وكتابه على الإفراد هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبالأمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتغلوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولات لحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل لمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو جبريل وصالح المؤمنين والملائكة والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةً مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَئَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكموا أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم